انا قلتها فجر مفاجأة وهي دي المفاجأة انا قلت ما انفعش رام سعيد كلمناها قلنا لها نجيبلك مين ضيفة طلبت حد معين وفي الاخر قلنا لها معاك منا فضالي فانا بقولك قدامه ومش بوقع ليه قلتي لي بلاش منا فضالي واحنا جيبنا هالك فكده مش بتوقع لا لا انا بكلمك صراحة انا انا بكلمك صراحة كده مش بتوقع اه لا بقول الصراحة انا بحاول لنقبق مزيح شاطر والمعد اللي بقولك ما تقولهاش وحنجيب منا فضالي اما جيبنا هالك انت تنخرت حوالي نص ساعة امرضت شوالي ليه ما كنتش عايز تطلع معملنا فضالي ده احنا بتنفروض بتقول الكلام ده في برنامج ده عامل حلقة عن ايه لا على الصراحة عن تهدئة النفوس على الصراحة وقلت فقول الحلقة ما ينفعش لا مش محترم السؤال ده الحقيقة انا قلت ان احنا مفيش حاجة كامل بينا نتكلم فيها بالعكس لأ مافيش حاجة بينا وبينها نتكلم فيها نتكلم في ايه يعني بالعكس انت جد لا هي هيا ستايل وانا ستايل هي في حتة وانا في حتة دي احلى حاجة انها ستايل وانتي ستايل تاني عشان بينا الجامورة ايوة نتقابل بحلقة واحدة لو سمعت ما تهرباش من السؤال انا مبهربش ولاي بقولك هيا ده مش عايز اطلع معاملنا فضالي مش عايز اطلع اقول ايه يعني اطلع اعمل ايه منا فضالي أحمد صوبك كلمك قالك في بطولة فيلم و أرهم سعيد معاك رام سعيد تعليك ولا بنقص منها في الفيلم خالص لا مش فاهمة أحمد صوبك كلمك قالو يا من هامل ايه في بطولة فيلم مش عايز اقولك و أرهم معاك رام سعيد هتقولي له اه يا ريت أنه بدي تعليني ولا تقولي ب smoked program بلاش رام سعيد لا أنا ما قدرش اقول كده بس أنا ببص للدور قبل ماDaniel لا وفي إيدي كان ايه لا مش فيدينا عملي ما بتدخل في هترابش من السؤال لا ده حقيقي انا عمري ما بتدخل لهم ساعة تعلي منا فضالي ولا لا اه ولا لا اه ريهام تعلي اي حد مش انا بس يعني يعني من لا حقيقي والله بغض النظر يعني امصاري طبعا انا اه بصي انا هقولك صراحة انا اتضايق طبعا انت كنت شاستلاعي معايا بس انا بغض النظر انت شاستلاعي معايا انا بحبك كموزيعة ويمكن كموزلة لا لأ انا اول ما عرفتها عرفتها موزيعة تمام ومسسلة بتعجبك في التمثيل لأ اه ريهام مسلة كويسة جدا بجد عشان كده عشان كده عشان كده هتعليك ارهام سعيد مننا بتقولك انت تعليها مننا فضالي تعلي ارهام سعيد في فل لأ بصراحة مش عايزين نلوع لأ بص هبقولك بصراحة والله وان ويه تعليك او ما تعليكيش لأ يعني هي ردت ردت بلوماسي لكن انا شايفة ان كل فنان بيعلب بأداء بجد مفيش حد بيعلي حد يعني كل واحد ليه جمهوره يعني منا منا ناس بتحبها عشان هي منا مش عشان مسلت مع رانيا يوسف ولا مسلت مع ليلة اقلوية ولا مسلت لأ يعني انا ريهام سعيد تعلي بريهام سعيد سؤال تاني يعني بصيغة تانية حمسوبك تكلمك يا ريهام انت بطلة الفيلم أجيبلك منا فاضالي ولا منا شالبي لا انا مبختارش زملائي لكن لا الفيلم بتاعك وما تهربيش منا فاضالي هسلك هترايحك معاك الفيلم مش هتغير منك ولا جيبلك منا شالبي هتختاري مين منا شالبي هتجيب ارادات للفيلم اكتر مش مش حاجة شخصية ليا تختاري مين بقى واسأل لي انا ليه هو المنتج انا سيت المنتج وعازك في فيلم وباسألك صراحة اجيبلك منا فاضالي يا حبيبتي اي حد هيقول ان اكيد منا شالبي اكيد نجمة اكتر يعني منا شالبي منا شالبي منا شالبي منا شالبي بدلوقتي سوبر سوبر ستار اه ماشي